ايه لك انتو كتعانيوا من هاد الاعراض يعني القولون العصابي القرحة دي المعيدة الانتفاق دي البطن يعني عندكم الغازات في الامعاء او لا يعني كتعانيوا من المشكل دي الامساك اليوما غدي نشارك معكم واحد الوصفة دي الاوراق الزيتون يعني سبحان الله الفوائد دي هاد اوراق الزيتون يعني مذهلة في علاج يعني القولون كتنظم لنا العملية دي الحضم كذلك يعني كتعطينا واحد الراحة يعني البطن دينا كتقضي على ذو كل اللي غاز يعني الانتفاق دي البطن كذلك كتخلص من الامساك بالنسبة لناس اللي عندهم المشكل دي الامساك هاد الوصفة هادي اللي غدي نبرتجي معاكم اليوم مجربة والله العظيم لعن تجربة يعني الاوراق ديال الزيتون لو كان يعني تستعملوهم غتلاحظوا واحد فرق كبير وحتى يعني الناس اللي عندهم الشهية ديالهم يعني قليلة للاكل عندهم ذيك الفقدان ديال الشهية هاد الوصفة هادي غدي تجربوها وغتلاحظوا واحد نتائج يعني مبهرة من اول يعني مرة غدي تناولوا هاد الوصفة هادي غتلاحظوا بان الشهية ديالكم تفتحات بان ديال الانتفاق ديال البطن يعني ما بقاش كذلك المشكل ديال الامساك يعني حتى هو غادي تخلصوا منه وغادي يعني تنظم لكم العملية ديال الهضم بشكل يعني اه احسن وشكل يعني اه مزيان بزاف غادي ندوزوا ده بتشوفوا معي الوصفة غادي نعطيكم جوج وصفات هاد اللولة وكذلك وصفة تانية وخليكم معي حتى الاخر لفيديو ما تنسونيش غير مواحد لايك للفيديو كذلك لكنتو جداد ما تنسوش تابونا وفلاشين وغادي نبدو على بركتي الله عندنا اول مكوين اللي هو اوراق الزيتون كيف ما كتشوفوا معي اللي انا قطعتهم هنا ايه ولكن خليت واحد اله واحد يعني اله هاد الغصن يعني اللي فيه الاوراق خليتو هكا باش نوريكم وتشوفوا اني شكل ديالو مهم اه بالنسبة لاوراق الزيتون اه مفيدين بزاف وهاد الشجرة هادي المباركة يعني مذكورة في القرآن الكريم اه عندها بزاف ديال فوئد يعني بنسبة للجسم كان ناخدوا اوراق الزيتون وكان نتيروهم يعني في واحد الايناء اول حاجة مهم انا رغسلتم هنا ولكن غنعود بنوريكم اه طريقة هكا باش تغسلوهم مزيان وما يبقاش فيهم اه لا ديك الاتريبة او لذاك الغوبار كيف ما كتعرفوا ان هاد الاشجار يعني كيتعرضوا الغوبار تيتعرضوا البزاف ديال العوامل مهم هنا كما كتشوفوا معي كان ناخدوا شوية الخل وكان ناخدوا الماء وكان نخليهم هكا واحد ثلاثة دقايق ومبعد تنغسلوهم مزيان وكان عودوا نغسلوهم هكا واحد ربعات المرات حتى يتحيد منهم ذاك الطراب وكل شي كيتحيد منهم كيبنوا لكم تنقعوا مزيان وعاد غادي مهمة نغسلوهم مزيان انا عود نشللهم من هاد الماء وغير رجع معكم لان انا دايجة غسلتهم ومهم كيف ما قلت لكم غا تغسلوهم مزيان هكا باش ما تبقى فيم تحاجة وكيما كتشوفوا هاد الوريقات هادو من هاد الجهة كيكونوا شادا ذاك الغبرة بزاف وخصكم يعني تغسلوهم كاملين يعني تحاولوا انكم تغسلوهم زيان من بعد ما غا دينا نغسلهم غا ديرجع معاكم مهم غا نحيط ليوم هاد الماء وغا ديرجع معاكم باش نكملو ان شاء الله حتى تتيمة ديال الوصفة احنا من بعد ما حيت ليوم هاداك الماء كيما كتشوفوا اللون ديالهم يني كي تنقع ويني اللون ديالهم كيو اللي اه كنضيفوا عليهم الماء مهم اه ممكن تديروا حتى نستيطروا ديال الماء وغا دي نديرهم على النار خليموا حد 15 دقيقة على هكا واحد النار لاني تكون متوسطة ومن بعد غا ديرجع معاكم هنا من بعد ما اه وضعتهم على النار كيف ما غا دي تشوفوا معايا انا كتناقص ليوم هنية النار كيما كتشوفوا معايا هنا طلقوا دو كل الفوائد ديالهم ومن من بعد غا دي ندوزوا باش غا نصفيهم ولكن تفعوا عليهم وخليهم يعني يبردوا تيبرد هذا كل ما انا هنا غا نصور غا دي نصفيهم دغية كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو يعني اللي ما ديالاوراق الزيتون او لمنقوع اوراق الزيتون مفيد جدا يعني الجسم ككل اه لانه عنده بزيز ديال الفوائد كيما كيف ما اسبقوا واذكرت لكم اه خصوصا يعني بالنسبة الناس اللي كيف ما تتعرفوك يعاني ومن ديك القرحة الماعي ده من المشكل ديال القلون الامساك يعني عندهم العسر الهاضم مفيدة جدا هاد الاوراق الزيتون كتضفوا عليها واحد المعي القادية اللاسل عسل يكون طبيعي كتضفوا واحد الملعقة صغيرة احنا ممكن تحضروا مثلا يعني واحد نصي طرو ديال هاد المنقوع اوراق الزيتون وتبقى وتناولو يعني طول اليوم تناولو واحد الكاس هاكا يكون غير كاس عادي يعني ما يكونش كاس كبير بزاف قبل كل وجبة غالي نخلط مزيان كيما كتشوفوه بعايا وكتناولو هاد المشروب كيف ما قلت لكم قبل كل وجبة وممكن تناولوه حتى يعني في اي وقت ماشي مشكل هذا يعني مزيان بزاف والناس اللي عندهم هاد المشكل هدا ديال البوم زوية يعني كي كي نبطليهم يعني في الصراع اه اللي كنتوا يعني كتتغيل فيه بزاف ما عندكمش ديك شهية ديال الاكل او لا كتاكلوا غير شوية وما كتقبروش اه ما كتقبروش لكم تاكلوا واحد الكيميا هاكا هاد الاوراق الزيتون يعني زيانة بزاف اه هنا من بعد ما غادي يعني تستعملوا هاد الوصفة هادي غالي نعطيكم حتى يعني واحد الوصفة اخرى اه زوينا بزاف اللي غادي تدروها مع هاد مع هاد المشروب هادا اللي شاركتوا معاكم اليومك هاد الوصفة هادي اللي غادي نعطيها لكم دابة زوينا صراحة بزاف وسهلة يعني بسيطة جدا غادي نحتاجوا فيها التين المجفف او لا شريحة كيف نكسموه بتاريجة هاد شريحة او التين المجفف مفيدة يعني القولون اه مزيانة بزاف احتى هي يعني مزيانة للهضم وفيها بزاف ديال الفوائد واحتى هي يعني كما كتعرفوا ان التين احتوا يعني مذكور في القرآن الكريم كنناخد واحد الحباس ديال التين مهمة تاخدوا غير واحد ثلاثة ديال الحباس ديال التين ممكن بتيرو كمية اكتر اه كتاخدوهم كتغسلوها من طبيع الحال مزيان وكتنشوفوها وكتقطعوها قطع صغيرة هاد الشكل هادا قطعوها قطع صغيرة اه كيفما قلت لكم ممكن تديرو اه كمية اكتر ممكن تديرو ثلاثة الوحيدات مهمة على حسب اللي بغيتون تومة من بعد ما تنقطعو هادا التين بهاد الشكل هادا هاد الوصفة هادي صراحة هادي ديال التين اه الى جربتوها يعني من اول يوم هتلاحظوا واحد الفرق اللي زوين بزاف احتية يعني بحل هاد المغلة هادا ديال اوراق الزيتون احتية مفيدة جدا ونتمنى انكم ان شاء الله تجربوها احنا من بعد ناخدينا هاد التين قطعناه عادي نديرو في واحد ازلافة او لا شي قرعة او لا اي حاجة عندكم اهم حاجة تكون ديال الزاج وغادي ناخدو اه زيت الزيتون زيت الزيتون وغادي نضيفوها الكمية موما نغطي هاديك الكمية اللي ديال ديال التين وغنخليو هاد هاد التين يعني منقوع في زيت الزيتون اه المدة يعني ديلة كاملة ضروري غا تحضروه دائما بواحد يوم قبل يعني هاد التين تحضروه بيوم قبل مسلا تحضروه اليوم ولا غدري تناولوه او لا ممكن تحضروه الكمية مسلا ديرو رابعة ما تضيفو علي هادك زيت الزيتون يعني رابعة ديال التين اه تغسلوها مزيان تنشفوها تقطعوها وديروه في قرعة ديال الزاج ضفو عليها زيت الزيتون وتبدو يعني اه غتخليوها واحد خليوها يومين ثلاثة ايام هاكا وبدو كتناولوها هاكا يعني مزيان ما تقوش كل خطرة تعودو يعني تتحضروها ويمانا هنا وردتكم غير يعني الطريقة كتتاخدو هاد التين كتتاخدو واحد الكيميات ديال المهمة لكن تدرتوها في قرعة هتتخضو معلقة كبيرة يعني غتخزو معلقة كبيرة اه فيها الزيت وفيها التين يعني معلقة كبيرة هتخزوها هاكا وغلي تناولوها قبل النوم يعني قبل ما تنعسو غرتناولو ديال ملعقة كبيرة ديال التين اللي ما نقوع في زيت الزيتون ومن طبيعة الحال اللي بقاليكم مسلا كليتو ذاك التين وبقاليكم الزيت هتضيفو عليه تين واحد اخر يعني هتقطعو التين وضيفوه على ذاك الزيت وهكا يعني هتبقى يعني كل ليلة قبل النوم تناولو هاد التين وغتشوفو الفوائد دياله صراحة زوينة بزاف يعني بالنسبة للجسم خصوصا للمشكل ديال القولون المعيدة الامساك يعني مزيانة بزاف يعني هاد الوصفة هادي ونتمنى ان شاء الله تجربوها وكيف ما قلت لكم اللي بقاليكم هاد الزيت اه يعني كليتو ذاك التين وقاليكم الزيت غاليتعاودو تاخدو التين وتقطعوه وتدلو في ذاك الزيت يعني متحيدوش هتتعاودو نفس العملية في ذاك الزيت وكل ما يعني بقى ذاك الزيت وفي ذاك التين راك يكون في بزاف ديال الفوائد ديال هادك التين وهاد الوصفة هادي كيف ما تشوفو معي هتبقوا تناولوها كل الليلة وهاد المنقوع هادة تناولوها هكا اه قبل كل وجبة واحد الكاس قبل كل وجبة من زيان يعني بزاف هتلاحظو بواحد الراحة ان شاء الله وهاد الشركة ينتبهن ان شاء الله ان هاد الوصفات هادو يكونون الاعجاب ديالكم وتجربوهم ولا عندكم شي تساؤل شي استفسار مرحبا خليولي في التعريقات ان شاء الله ان شاء الله مع فيديو جديد اف اماني الله